مرد السرطان مرد السرطان مرد السرطان مرد السموف مرد السرطان مرد السرطان فمش أقدر أرد على كل واحد أقول لي والله أنا كويس وأنا زال فيقول لي وأنا مش محتاج مواساتك يعني بالعكس أنا محتاج أنك تقول لي نقطة فبدأت من هنا بدأت أن أفكر في فكرة أن أنا أستغل الصفحة بتاعتي وأعمل أكتب اللي أنا بحس به وبدأت أن أكتب بطريقة سخرية يعني أنا عندي حس ساخر شوية زي ما زمالي بيقولوا ويطدع لي كتابين برضو ساخر بين قبل كده فبدأت أن أنا أستغل الصفحة دي أصلا في إزاي أن أنا أوصل للمرض السرطان أو اللي هو ممكن هيواجه مرض السرطان بعد كده أقدر أوصل لرسالة من خلال جمل بسيطة وتعبرات بسيطة وتعبرات سهلة من خلال الصفحة ومن خلال الفكاهة فبدأت إزاي تقدر تواجه المرض بالابتسام إزاي تحارب السرطان بالابتسام إزاي تقدر المرض البطال بصراحة فجأت أصلاً بجم رهيب من التفاعلات أصلاً على الصفحة أنا ما كنتش أتوقعه خالص يعني وده ما كانش الهدف منه يعني ما قلت مثلاً إيه عشان زمالي بقى يتعاملوا معي كأننا طبيب يعني حتى كمان طبيب نفسي أقرب من أن يكون طبيب جراح لو أنت استسلمت لأي حاجة الفشل ممكن أنت عمرك ما هتفشل لكن لو استسلمت للفشل هتفشل اليأس لو استسلمت اليأس هتيأس لو استسلمت الحاجات كتير للحاجات السببية كلها أنت كده بتقضي على نفسك هو أنا بن يزبالي السرطان هو عامل بالزبط زي ضيف يلس هو خلص لأ إبادك ودخل يتتعامل معاه بحكمة وحنكة يأما هيحصل مشاكل بينكم ومن بعض وفي الآخر لو ما تعملش بحكمة هو هيتتصل عليك ما تخليش حاجة تلزمك ما تخليش حاجة تلزمك أي حاجة في الدنيا أصلاً بباشة تلزمك